موسيقى عزيزي المواطن عزيزتي المواطنة أهلا بكم شوف حقك أنه يتم توفير كافة السلع ليك بأفضل سعر ممكن والله العظيم لو الدولة تقدر تديها لك ببلاش هتديها لك ببلاش بس بنشتغل يعني الكل بيشتغل علشان خاطر الدنيا تمشي معاك على أقل تقدير تعدي تعالى النهاردة نتكلم شوية على الموضوع ده الموضوع اللي يهمك يا جماعة الأكل والشرب والسلع وما إلى ذلك فين المنافذ طيب النهاردة هنقعد نشرح خرط المنافذ طيب وكمان السلع اللي موجودة واللي بتطرحها وزارة الزراعة وبأقل سعر هتلاقيه في مصر بالكامل بالمناسبة ودايب وزارة الزراعة كده ده من وانا صغير كان كوشك وزارة الزراعة اللي جابه وزارة الزراعة كنا بنعدي عليه دايما نجيب فاكهة ونجيب عسل ده معروف ده طيب وهنسأل سؤال ايه المستجدات في موضوع الاعلاف وهنسأل كمان سؤال وأخبار أسعار الدواجن ايه ضفنا العزيز ينورنا داخل الستوديو الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة منورنا ازاي الصح كل تمام انا مستوعب ان احنا استحالة واحنا عاديين في الحلقة هنقول على كل المنافذ اللي في ربعه الجمهورية لان احنا هنتكلم على المئات او الالاف من المنافذ لكن هاخد السؤال في زاوية اخرى هل المنافذ بتغطي الكسفات اللي موجودة بشكل عام يعني استحالة اروح مكان ملقش في منفذ اه يعني بنسبة كبيرة يعني الاول اسمحل اشكر حضرتك على هذا اللقاء وطبعا الله يخليك وطبعا احنا عندنا خرط المنافذ احنا عندنا اكتر من ربع مية اسف من 243 منفذ 243 منفذ دهما تقريبا بيغطوا كل محافظات الجمهورية وعندنا مجموعة منافذ متنقلة اكتر من 30 منفذ المنافذ دي احنا حطناها تحت تصرف اجهزة الحكم المحلي فيقوم السادة المحافظين او السادة المسؤولين في المحليات يقولوا ان المكان ده محتاج اكسر احتياجا المكان ده اكسر استحامى غير المنافذ الثابتة اللي موجودة اللي بتخدم على السكان في كل منطقة مش بس منافذ وزارة الزراع على فكرة يعني احنا بنتكلم على منافذ الزراع لكن الدولة عاملة مجموعة منافذ كبيرة صح هل لقي منافذ امان منافذ وطنية منافذ وزارة التموين هنلاقي جامعياتي العديد والعديد من المنافس اللي بتقوم بها الدولة المصرية غير المبادرات هللاقي فيه الشوادر والأسواء اللي بتفتحها الدولة بأجهزاتها المختلفة هللاقي مبادرة كلنا واحد مبادرة خير مزال عنا الأهلين كل المبادرات دي هدفها وكل المنافس دي هدفها أن يبقى فيه فرصة قدام المواطن يلاقي بديل لو روحت محل وليقيت الحاجة غالية ألاقي بديل عندي في حاجة تانية بديل كويس منتج عالي الجودة وسعر مناسب فيقوم لو فيه حد بيعمل ارتفاع غير مبرر في الأسعار يقوم هو كمان يقلل الأسعار ده سؤال المواطن الدائم والملحمة نيجي نقوله والله ده جشع التجار متسبب في جزء كبير جدا من الأزمة فيروح راضد وأنا هجيب البديل منين مشانتو الدولة بتقولوا أنه ممكن الأسعار دي تبقى أقل نقوله آه يقولي طب هتوفرها لي فين؟ بالزبط عشان كده المنافس ده دور المنافس ويمكن توجيه رئيس مجلس الوزراء الحياة كان مواضح في هذه النقطة وقال أن حتى منافس رمضان تفتح من أول شهر واحد أو شهر يناير وتكون موجودة عشان يبقى البديل متاح أمام المواطن المصري فعلا شفنا منافس أهل الرمضان أو الشوادر بتاعت أهل الرمضان بدأت تتفتح عندنا وزارة الزراعة بتشارك فيها بتحط المنتجات الخضر والمنتجات اللي بحتاجها المواطن المصري في منافس أهل الرمضان غير المنافس بتاعتنا اللي تم ضخ كميات أضافية فيها وزير الزراعة بنفسه بينزل يمر على المنافس علشان يتابع الأسعار ويتأكد من الأسعار مطابقة والالتزام بالجودة ومعايير الجودة كل دي إجراءات بتقوم بها الدولة المصرية وبتنفذها الدولة المصرية على الأرض الواقع هدفها حاجة واحدة بس أن المواطن يلاقي احتياجاته بأسعار مناسبة ونمنع أي مغالاة أو أي ارتفاع غير مبرر في الأسعار خصوصا أن احنا في فترة فيها تحديات عالمية متكررة ومتزايدة ومطولة فالدولة عملت جهود وعملت مشروعات دلوقتي احنا بنحاول أن احنا ناخد خير هذه المشروعات اللي نفذتها الدولة المصرية في فترات سابقة ونحطها قدام المواطن المصري بأسعار مناسبة تساعد أن احنا نواجه هذه الأزمة اللي موجودة العالمية إيه السلعة اللي ممكن نلاقيها في المنافس المختلف؟ زراعة تموين أمان وطني يعني تقريبا كل اللي بيحتاجه البيت المصري من سلع أساسية بالنسبة له زيوت، سكر، رز، لحوم، دواجن كل اللي بيحتاجه البيت المصري هيلاقيه موجود في هذه المنافس بحيث أنه هو ما يحتاجش يلاقي مكان تاني أو ما يحتاجش يلاقي حاجة تانية بحيث أن يكون عنده دايما بديل مناسب أسعار وقال صحيح المنافس اللي بتعملها الدولة المصرية أكيد مش هتخدم الميت مليون مواطن مصري بس على الأقل أي واحد شعر أن فيه ارتفاع غير مبرر في مكان في الأسعار هيلاقي بديل مناسب في أحد المنافس التابعة للدولة المصرية طيب، هل، وهنا برضو هيبقى سؤال يعني هل أنا ممكن أروح ألاقي الرف فاضي؟ هل ممكن أروح يقولولي الفراغ خلصت؟ هل ممكن أروح يقولولي الزيت ما بقاش موجود؟ لا طبعا إحنا عندنا الحقيقة إحنا بنكسف الكميات المعروضة بشكل كبير جدا ودي النقطة اللي كنا بنتكلم فيها إحنا عندنا الحمد لله الدولة المصرية كانت عاملة مشروعات عملاقة في كل مناحي الحقيقة وفي كل مجالات الحقيقة كان فيه مشروعات عملاقة قامت بها الدولة المصرية دلوقتي المشروعات اللي عملتها الدولة المصرية دي لها دور في إن احنا نقدر نلاقي احتياجاتنا ونلاقي مستلزمتنا بأسعار مناسبة ونلاقي الكلام ده مقبول بالنسبة للمواطن المصري علشان كده يعني مشروع زي الدلتة جديدة استثمارات بمئات المليارات وآلافات بالتحط وعمال بيشتغلوا ومكان بيشتغل علشان خاطر يقدر يوفر إنتاج زراعي وإنتاج نباتي مشروع تشكل خير مشروع تنمية سينة المشروعات اللي بتنفذها الدولة المصرية في مجال إنتاج الحيواني توفير التمويل للمزارعين أو للمنتجين في الإنتاج الحيواني عشان يقدروا يطوروا من إنتاجهم مراكز تجميع الألبان كل دي مشروعات عملاقة نفذتها الدولة المصرية هدفها أن أنا يبقى عندي وفرة وعندي إتاحة من المنتجات النقطة دي في دول مش موجودة عندها احنا الحمد لله عندنا هذه النقطة في بعض الارتفاعات طبعا ممكن يكون في بعض الارتفاعات في الأسعار في بعضها مبرر ولو أسبابه في بعضها غير مبرر وليس له أسباب الدولة حطت بديل اللي هي المنافس اللي نقدر من خلالها بقى نعمل ربط ما بين المنتج والمستهلك ودي فكرة مبادرة خير مزارعين الأهلين اللي أطلقتها وزارة الزراعة كأحدى مبادرات الدولة لحد منها ارتفاعات الأسعار المبادرة دي بتجيب من المزارع المصرية ومن خير المزارع المصرية والمنتجين المصريين يحط منتجتهم في المنافس والشوادر ومناطق النقاط البيع التبعة للوزارة أو التبعة لنا وبها مش ربح مرضي للمنتج وسعر مقبول للمستهلك أو مرضي للمستهلك ففيه حلقة وصل موجودة وبالتالي ده يطلع كسبان ويستمر في العملية الانتجية المنتج يستمر في العملية الانتجية وبالتالي نضمن استدامة العملية الانتجية وفي نفس الوقت المستهلك حس ان هو بيشتري المنتج بتاعه بسعر مناسب وبسعر مرضي لي وبالتالي أصبح فيه بديل متاح له في السوق وبالتالي يقدر نعمل عملية سيطرة على الأسعار أو اتزان في سعر السوق طب ده كلام حلو قوي لإمداء هيضمن طول لقت الاستدامة في عملية دورة رأس المال يعني ما بين المنتج والمستهلك العملية هتفضل طول الوقت بإذن الله سبحانه وتعالى مستمر أنا هستأذن هروح لفاصل وعايز أرجع بعد الفاصل بقى نبدأ نخش على الروتكوز سبب الجزري وعلاجه في مسألة الأعلاف والدواجن فاصل ونكمل الكلام مع ضفنا العزيز الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة عاملين يا جماعة يا رب تكون كل حاجة بخير إذن عندنا منافذ بأنواعها وأشكالها المختلفة منافذ الزراعة منافذ أمان منافذ وطنية منافذ التموين على أنواعها الكل موجود فيه كل اللي حضرتك عايزه طيب تعالى بقى ناخد بعضنا وزي ما بقولك ده نسأل الأعلاف وتوافرها ومشاكلها هنعمل إيه أو بدأنا نعمل إيه يعني الحقيقة في ملف الأعلاف ده من الملفات المهمة بالنسبة لنا وبنسبة لدولة مصرية يمكن دولة رئيس مجلس الوزراء كان متابعة بنفسه هذا الملف وعقد اجتماعين مع المنتجين ومع المستوردين وتجار الأعلاف وتجار الدورة والصوية لخامات الأعلاف بحيث نحن نشوف إيه الموضوع ونحل معاهم ونساعدهم في تلبية احتياجاتهم عشان كده في يوم 16 أكتوبر في اللقاء ده كان اجتماع مع السادة المنتجين أول ما يبقى دقنا نرصد وجود انخفاض أو عدم إتاحها لبعض مخامات الأعلاف فبدأنا نشوف احتياجات السادة المنتجين وبالفعل أخدناهم وكان توجيه دولة رئيس مجلس الوزراء أن احنا نعمل اجتماع أسبوعي مع السادة المنتجين علشان نحدد الاحتياجات وخصصنا الدولة المصرية الخصاصة كوتا دولارية علشان دخول شحنات الأعلاف في الفترة من 16 أكتوبر لحد تقريبا 25 يناير احنا دخلنا اكتر من 2.4 مليون طن من خامات الأعلاف في الفترة دي الدولة خصصت اكتر من مليار وربع المليار دولار من الكوتا الدولارية لخامات الأعلاف تحديدا فده بيوضح دي الدولة شايفة الموضوع مهم وان احنا نساعد المنتج انه هيلاقي احتياجاتهم على الجانب الآخر لقينا بعض الكميات دي مش بتسمع بالسعر مناسب في السوق او المربي اللي بيربي لان بيجي يشتريه احيانا بيلاقي برضو الانخفاضات او التوفر مش هو نفس اللي بيلاقي حجم التخفاضات اللي بتقوم بها الدولة والاسعار بتبقى ساعة اعلى يعني احنا بنخصص بسعر الدولار اللي بيقوم معلنا بيه في البنك المركزي والدولة بتخصص اعتمادات وبتساعد في دخول هذه الشحنات بسعر مختلفة عن المرب بياخدها بيه عشان كده الدولة كسفت من عملات الرقابة وتشكلت لجنة برئاسة نائب وزير الزراعة لشؤون الصراع الحيانية وعضوي كل الاعضاء او كل الاطراف المعنية في منظومة تداول الاعلاف سواء بقى منتج الدواجن سواء اللاجنة الزراع ورايف مجلس النواب وزارة التموين حماية المستهلك البنك المركزي نفسه كل الاطراف المعنية دخلت جوه هذه اللاجنة علشان نقدر نقوم بفحص ومتابعة السوق وبالفعل بقامة ضبطيات وحملات رقابة على بعض مناطق البيع لخامات الاعلاف وبدأنا نلاحظ انخفاض في اسعار الاعلاف قصد انخفاض في اسعار الاعلاف بدأ يحدث زيادة في الطلب مرة اخرى على الكاتاكيت وعلى تربية الدواجن مرة تانية وبالتالي ده يضمن استدامة العملية الانتاجية خاصة ان احنا الحمد لله يعني عندنا قوتنا الانتاجية تقدر توصل واحنا بالفعل بننتج 1.4 مليار طائر سنويا وده ان شاء الله يكفي تقريبا احتياجات المواطن المصري ولما يكون فيه انخفاض في اسعار الاعلاف واتزان في اسعارها وبالتالي المنتج النهائي هيكون سعر مناسب للمواطن المصري وده برضو يساعد في زيادة حجم المعروض وبالتالي اتزان السوق واستقرار الاسعار عارف انا ايه انا اللي بيقلقني او اللي قلقني او عندي هاجة سماه انه البعض يحصل على هذه المواد اللازمة الانتاج العلف ويحطها في المخازن يصبرها في الملاحات كده زي فيلم العار عشان السوق يعطش حبتين فالسعر يخبط مرتين فيحقق هوامش ارباح تخض ومش مهم بقى البلد عادي المهم احنا نتغني يعني ما نقدرش ننكر ان جزء كبير من المستوردين وجزء كبير من التجار او الاغلب العام يعني وكل السلسلة الحياة ناس محترمة ومكتهدة وبتحاول انها تشتغل بضمير يغدم المربو يغدم الدولة المصرية لكن في بعض الازمات او في بعض الوقات لما بيكون فيه ازمات بعض الناس بتحاول انها تعمل حاجة زي كده وفي الناحية التانية الدولة بتحاول تقوم بدور رقابي تحاول تقوم بدور تجديدي علشان نقدر نضمن ان الشحنات اللي احنا بنخصصها وبنطلعها انا بتكلم في 1 و 4 مليون اسف اكتر من 2 و 4 مليون طن من خمات الاعلاف دخلت السوق دي لابد انها تسمع في السوق والكميات كانت كميات كبيرة كمان وفي الفترة الاخيرة كانت كميات مضاعفة وده في الفعل بدأنا اللحظه بدأ يحدث انخفاض كبير في اسعار الاعلاف وبدأنا نلمس هذا الانخفاض في اسعار الخامات الاعلاف والاعلاف نفسها وبالتالي انعكس ده على زيارة حجم التربية والاقبال على شراء او التسكين المزارع بقى يبدأوا يسكنوا مزارعهم تاني وده يخلي الدورة مستمرة ويخلي العملية الانتاجية مستمرة بس في الحالة دي هنتظر بقى دورة انتاجية كاملة يعني تقريبا 35-40 يوم عشان تبقى بتسمع معايا انا كمستهلك طبعا عشان نبدأ يبان معانا الانتاج خصوصا ان كان فيه فترة بعض المربين كانوا متخوفين لما بدأت تحصل الازمة وبدأنا نشوف الخفاضات والازمة الروسية الاوكرانية وده اثر على حركة التجارة الدولية بشكل او باخر وخصوصا خامات الاعلاف لان احنا جزء كبير منها بنستورده من روسيا ومن اوكرانيا فتالي كان فيه تخوف بعض المربين لكن اعتقد التخوف ده زال بشكل كبير بالنسبة لما يخص الاعلاف وبما يخص خامات الاعلاف وبدأوا يلاحظوا لسادة المربيين بدأوا يلاحظوا اهتمام الدولة المصرية بمنظومة الانتاج الدجيني لان هذه المنظومة مهمة جدا احنا نتكلم على بروتين من اصلة حيواني نتكلم على استثمار لعدد كبير جدا او اقتصاد لعدد كبير جدا من العاملين في الدولة المصرية او من القوى العاملة في الدولة المصرية وعلى الجانب الاخر احنا نتكلم على المجتمع لان ده مصادر البروتين من اصلة حيواني وده من الحاجات الاسسية اللي بتحظى بقبول المواطنة المصر فبالتالي ده استثمار كبير والدولة كمان خصصت لمناطق ودخط فيه مشروعات عملاقة واكتهدت فيه وعملت فيه شغل كبير جدا فيه هذا الملف من فترة من 2014 فهذا الملف له اهتمام كبير من الدولة المصرية أول ما حصلت أزمة الدولة نفسها اتدخلت أنا بتكلم على رئيس مجلس الوزراء بنفسه تدخل وقعد مع السادة المربيين عشان يعرف احتياجاته ولما بدأنا نلاحظ أن احنا بنعمل إفراجات ما بتسمعش في السوق السادة المستوردين والتجار الخامات الأعلاف رئيس مجلس الوزراء بنفسه قعد معهم وتم التباحث وتم المناقشة ولما لقينا فيه استمرار لأو محتاجين نحن نتابع عملية الإفراجات وعملية الوصول للسوق والوصول إلى المستهلك المستهلك اللي هو المنتج نفسه بتاع الدواجن وبالتالي تنعكس على المواطن المصر اللي بيشتري الانتاج الدجن هنلاقي كمان بدأنا نعمل متابعة ونزول مستمر وهنلاقي بنشوف بيانات مستمرة بتطلع مشتركة بين وزارة الزراعة ووزارة التموين بخصوص الحملات اللي بتقوم للرقابة على الأسواق وده بالتالي يضمن استقرار أو يدي فرصة أن اللي جاي إن شاء الله هيبقى فيه مزيد من التوافر للبروتين الحيواني بمصادره بقى سواء الدواجن أو بيد المائدة أو ما إلي ذلك فأكيد ده إن شاء الله ينعكس بشكل أفضل في السوق في الفترة المقدمة ده برضو أخيري أفكر معاك أكتر بصوت عالي يفضل طول الوقت إنه أنا انتاجي الداجني مرهون ببعض من المكونات الأساسية لصناعة الأعلاف وليه قلت مرهون لأنها مستوردة هل أنا أقدر أصنع هذه المكونات في مصر؟ ولا أنه لا ما ينفعش وإحنا هنلاقي بقى في الجنب التاني إحنا حلنا حل وقتي يعني وقتي عشان نحل الأزمة بالضبط إنما إحنا عندنا لأ إحنا عندنا موسم زراعة الدراء والسواء هيبدأ في الموسم الصيف المقبل وإحنا الدولة دخلت بشكل قوي وبدأت تفاعل منظمة زراعة تعقدية وحطت من أولوات المحاصيل الاستراتيجية اللي تم التوسع في زراعتها الدراء والسوية وعباد الشمس أو ظهرة الشمس لأن دي محاصيل يا إما محاصيل زيتية أما محاصيل لتستردم في إنتاج الأعلاف ودي دخلت في منظومة زراعة تعقدية اللي هنبدأ فيها إن احنا نعمل تعقدات مع المزارعين من قبل ما نزرع عشان نشجحهم نوم يزرعوا وإدي له سعر تحفيزي عشان أطمنوا أنه يكون قادر أنه يزرع وبيتم التنصيق مع اتحاد منتج الدواجل لأنهما بيعتبروا من أكبر المستهلكين للدراء والسوية علشان نعمل عقود مباشرة ما بين الاتحاد أو المصانع الأعلاف وما بين المنتج الزراعي أو الفلاح المصري علشان يضمن عملية التسويق وبالتالي المزارع يبقى مطمئن وهو بيزرع الدراء والسوية وواخد سعر تحفيزي يضمن له هامش ربح مردي وعادل وكمان إذا تحرك السوق صعودا أو هبوطا صعودا ياخد المزايا الصعود هبوطا هو واخد السعر الضمان بتاعه اللي تعاقد عليه وبالتالي يتوسع في زراعة هذه المحاصيل وعلى الجانب الآخر المصنع أو المنتجين ضمنوا وجود كميات كافية من الدراء والسوية وبالتالي في حالة اطنقنان في السوق فدي كانت الأولوية في الفترة اللي فاتت وبيتم العمل عليها وإن شاء الله في الموسم المقبل أعتقدها تبقى منظومة الزراع التعاقدية لأن احنا طبقناها في الموسم الماضي ونجحت نجاح بشكل كبير إن شاء الله هنتوسع فيها الموسم المقبل وأكيد هتبقى يعني فيه طفرة كبيرة فيه انتاجية مصر من الدراء والسوية والمحاصيل الزيتية بفضل تطبيق هذه المنظومة وأكيد ده ينعكس إن شاء الله بمزيد من التوافر بقى للمستلزمات دي تبقى محلي يبقى عندنا انتاجنا محلي فالتالي دي ساعدنا أن احنا قدرنا نتوسع عن ده باحتياجات السوق إن شاء الله الاستراتيجية بتاعتي اللي أنا متأكد إنها مبنية على واقع هل هي مبنية على الواقع اللي بيقول فيه احتمالية إن أنا أصنع الأعلاف بشكل كامل ولا أضطر الاسترات أبلا فيبقى عندي طول الوقت اكتفاء ذاتي على استراتيجية برضو واقعية بتقول مش هقدر أعمل كله محلي هيفضل هناك جانب لكن أنا هوفر قدر الإمكان نسبة كبيرة تضمن لي إن ما يجرليش أزمات زي الأزمة الروسية الأوكرانية يعني هو حضرك تحلل تحليل منطقة ودائما فيه رؤى في موضوع الأمن الغذائي هل الأمن الغذائي مطلق؟ هل كل دولة في دول العالم عندها كل احتياجتها من كل حاجة؟ أكيد لا ما بنشوفش الكلام ده بتطبق في عديد من دول العالم لكن في حاجة اسمها الأمن الغذائي النسبي أو الميزة النسبية الموجودة في كل منطقة وكل إقليم نحن بنحاول إن احنا نستغل المستين يعني بنحاول إن احنا نوفر المحاصيل والسلعة الاستراتيجية اللي احنا بنحتاجها واللي محتاجين نتوسع فيها بشكل أكبر وبنستوردها محتاجين نحن نتوسع فيها محليا فبالتالي بنطبق منظومة زراعة تعقدية بنشجع الفلاحيين بنعمل توسع رأسي من خلال مشروعات تساعد في زيادة انتاجية الفدان زي انتاج التقاوي احنا كنا بننتج مثلا في تقاوي الأمح اتنين عشرين ألف طن تقاوي أمح احنا النهاردة بقنا بننتج مية وخمسين ألف طن دمت يعمله نسبة تغطية لحوالي خمسة وسبعين في المية كل فلاح بيزرع بياخد تقاوي معتمد دي تزود له انتاجه أنا كده بضمن زيادة كبيرة في حجم الانتاج في النهاية نتيجة التوسع الرأسي وكمان تطوير أساليب الزراعة الكلام ده بنشوفه في كل المحاصيل أنا بدرب بس الأمح كمثال لكن في كل المحاصيل بنطبق هذا الكلام على الجانب الآخر الدولة عملت مشروعات عملاقة في استصلاح الأراضي الجديدة والتوسع فيها وده يخلينا نقدر نتوسع بقى في المحاصيل الاستراتيجية اللي احنا محتاجينها ونزرعها في هذه المناطق وانتفضل الميزة النسبية اللي كانت موجودة عندي في المحاصيل الخضر والفاكهة والمحاصيل اللي أنا كنت بسدرها وبتجيب لي عملة أجنبية تفضل برضو موجودة معايا فيبقى احنا قدرنا نستفاد قدر المستطاع من المستين نقلل من حجم الوردات اللي بنحتاجها سواء المستلزمات الأعلاف أو ما إلي ذلك وفي نفس الوقت أحافظ على الانتاج اللي أنا أو الميزة النسبية اللي موجودة عندي في منتجاتي إن أنا أقدر أتوسع فيها مرة أخرى طيب يمكن آخر حاجة جاية على بالي في ظل الوقت إن احنا عمال بيدي أكتر من مرة شفنا الرئيس يتحدث على موضوع الفصائل والأنواع والسلالات الجديدة من الأبقار اللي انتاجيتها في اللحوم أعلى كتير من اللي احنا نعرفه واللي انتاجيتها أيضا في الألبان أعلى كتير من اللي احنا نعرفه حتى أنا عادت تدور على اسمها لقيتها اسمها هولستاين فريزيان وإنه لقيت مؤخرا اليابان هي كمان اشتغلت على هولستاين فريزيان وعندهم مش عارف عاوزين يعملوا ألف بقرة من النوع ولا مش عارف ايه اللي بينتك حوالي 40 لتر يومي 18 روش عارف طن سنة وحاجات زي كده احنا وصلنا لحد فين في الملف ده يعني الملف ده من الملفات المهمة جدا وهو على فكرة سيادة الرئيس مش بيتكلم بس في السلالات لو حضرتك تلاحظ هتلاقي كل الملفات اللي بتهم الفلاح سيادة الرئيس بيتكلم فيها بنفس السيخة يعني مثلا في موضوع القصب الفلاح كان بنتك 33 طن الفدان طب ما احنا لو عملنا شتلات القصب والفلاح زرع بنظام الشتل هينتج اكتر من كده ممكن نوصل ل 50 و 60 فبقى انا كده دعمت الفلاح بشكل مباشر فبنبدأ نشتغل على هذه المنظومة موضوع السلالات نفس الحكاية انا ليه الفلاح يربي راس ماشية بتجيب له 7-8 كيلو يعني ايا كان رقم قليل طب ما احنا لو قدرنا نوصل بالانتاجية دي لـ 20 و 30 كيلو من خلال بقى سلالات جديدة من خلال منظومة تلقاح اصطناعي ده هيكون له مردود ايجابي جيد علشان كده احنا بدأنا ندخل السلالات المحسنة والرسانة ضمن مشروع البتلو اللي بيقدر الفلاح ياخدها ويجيبها وتخش معاه في هذه المنظومة تساعده في انه يتطور من انتاجه بشكل كبير دي حاجة الحاجة التانية احنا كمان بنعمل تنسيق مع منظمات المجتمع المدني ومع التحالف الوطني العامل الاهلي علشان نقدر نوزع هذه الرؤوس المحسنة والرسانة على المربيين وعلى الفلاحين في ريف مصر فيقوم يقدروا يعظموا من انتاجهم ويلاقوا هذه الرؤوس بشكل مدعوم وتبقى من منظومة العمل الاهلي وبالتنسيق مع العمل الحكومي ممكن فخامة السيد الرئيس كان نوجه بهذه النقطة الحاجة التانية هنلاقي ان مش بس كده احنا كمان بنعمل حاجة اسمها التحسين الوراثي التدريجي من خلال التلقاح الاصطناعي وبدأنا نكسف ونزود من اعداد القصائبات السلمانية والمنتجة محليا والتنكات المستخدمة لده علشان نقدر نعمل تحسين وراث تدريجي فيقوم الفلاح دورة بعد دورة يلاقي انتاجه بيزيد في القلبان نتيجة تحسين السلالات اللي موجودة عنده بشكل تدريجي لا ده شيء عظيم صراحة شوف اصنع قلتها مرارا وتكرارا من الوزارات المحببة والمقربة ليه كده الوزارة بتاعتك بحبك لانه بجد عندك شغل رائع وانتو بتأكلون يا جماعة وانا رجل يعني ما مقدرش استقم كلنا ما نستغناش على الاكل ربنا يا رب يوفقكم واشكرك جدا على وجودك معنا ومصهرينك وانا عارف انكم تبقوا موجودين في ديوان الوزارة يجي من سبعة سبعة ونص الصبح فربنا هيقويكم وتحياتي لبعالي الوزير من المناسبة وعارف ان احبه واحترمه قد ايه شكرا جدا لك يا دكتور محمد اتنورتنا وتنرفتنا كل الشكر للدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة رجل من ضمن رجال كتير جدا بيشتغلوا في الوزارة دي بجد علشان يتحقق ما نتحدث عنه دائما ام غزائي مصري فلاح ومزارع مصري بيشتغل وهو مبسوط وبيكسب كويس وبالتالي احنا كمان ناكل ونتغزى كويس وبافضل الاسعار قدر الامكان والله هتتحل خلصت الحكاية او الحدوتة بتاعتنا لحد النهاردة وحلقتنا سوان يكون موجود معاكم كريم رمزي وبرنامجه رقم عشر اما احنا لو كلينا العمر ان شاء الله نعبلكم بكرة في نفس المعاد وبرنامجكم التاسعة سلامات اشتركوا في القناة